ربما الفرصة الأخيرة أول ما تؤشر إليه مبادرة بكيركي الجديدة هو الاقتناع بأن أزمة تغييب رئيس الجمهورية لم يعد يصح أن تتمدد أكثر وأن الخفة في التجاذبات السياسية التي تتقاذفها لم تعد تسكت جوع الناس ولا توفر الحلول لأزمتهم المعاشية ولا تواري حرمانهم من عيش كريم لم يعتاد غيرها حريص بيان لقاء بكيركي للرؤساء التوائف المسيحية على ترسيم إطار تفويضهم البطريارك الماروني بشار الراعي بالآتي أولا تأكيد مسؤولية مجلس النواب عن انتخاب رئيس الجمهورية كونه واجبه الوطني ثانيا ائتمان البطريارك على اللقاء في بكيركي مع من يره مناسبا بما في ذلك النواب المسيحيون وحثهم على المبادرة سويا مع النواب المسلمين لانتخاب رئيس الجمهورية لبنانية على أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن بمقدار ما يطفي البيان لمست تفاؤل بإمكان الوصول إلى نتيجة مجدية توصل رئيسا إلى الموقع الدستوري التنفيذي الأول فإنه يشير إلى يأسا من انتظار وصول مجلس النواب إلى فك الحصار عن درب بعبدة لكن وصول رؤساء التوائف المسيحية إلى تفويض البطريارك الماروني على تنكب هذه المهمة له محاذير لدى المجتمع اللبناني طليعتها أن الفشل فيها يعني إقفال الأبواب أمام الحلول المحلية لاستعصاء انتخاب الرئيس الموعود فيما لا تكف المراجع الدولية عن حق اللبنانيين على انتخاب الرئيس وبدء الإصلاحات لن يكون البطريارك الراعي للمرة الأولى على رأس مبادرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني في واحدة من أكثر المراحل إحراجا تمر على البلاد فهو لعب دوره في الحرص على هذا الاستقرار مرات عدة ولعل الإشارة في البيان إلى أن المؤتمرين لهم ملء الثقة بتضامن رؤساء الطوائف الإسلامية معهم ما يلجم المخاوف لدى البعض من إطفاء الصبغة الطائفية على المبادرة تتوجه الأنظار إلى البطرياركية المارونية بعد ائتمان البطريارك على محاورة النواب المسيحيين وفي ظلال تغييب رئيس الجمهورية وهي تدخل اليوم بقوة على خط الاستحقاق الأدرس لدى المسيحيين وبالتحديد لدى الموارنة الدعوة إلى محاورة النواب جاءت ترجمة لما نقل قبل فترة على لسان البطريارك بقوله عن القيادات المسيحية أنهم غير جاهزين الجروس إلى طاولة واحدة وأن الحوار الآن هو بالاتجاه إلى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول إلى نتيجة مبادرة بكيركي أكثر من نفذة أمل بنهاية جرجارة انتخاب رئيس جديد إذ أن فشلها سيفتح الباب عريضا أمام دور دولي مباشر في الوصاية على البلاد وأمام انفجار مدون للأزمة المعيشية هي الفرصة الأخيرة؟ ربما